اشتركوا في القناة ودائما يكون اتجاه قوة احتكاك عكس اتجاه حركة الجسد في الشتاء نقوم بفرق ايدينا ببعضها لكي نشعر بالدفئ لماذا نشعر بالدفئ؟ وذلك بسبب قوة الاحتكاك عندما نرى الأمثلة التالية نرى أن عند تلامس الكرة في سطح الأرض نتاج عنها قوة احتكاك القوة المؤثرة في الكرة هي قوة دفئ اتجاه قوة الدفئ بهذا الاتجاه إذا نستنتج أن الاحتكاك سوف يكون في الجهة المعاكسة لا إذا نجد أن قوة الاحتكاك في الجهة المعاكسة لا في هذا الشكل القوة المؤثرة هنا هي قوة سحب لأن هذا الشخص يعمل على سحب الصندوق نحوه وقلنا وأطلقنا عليها اسم قوة سحب نجد أن قوة الاحتكاك بالاتجاه المعاكس للقوة بأي اتجاه؟ بالاتجاه المعاكس للقوة هنا يؤثر الشخص بالصندوق أيضا بقوة سحب ونجد أن قوة الاحتكاك أين سوف تكون أو أين سوف يكون اتجاه قوة الاحتكاك؟ طبعا في الاتجاه المعاكس للقوة سوف تكون بهذا الاتجاه سوف تكون بالاتجاه المعاكس لقوة الشد ما تأثير قوة الاحتكاك على الأجسام؟ أو ما الفائدة من قوة الاحتكاك؟ تعمل قوة الاحتكاك على تجعل الجسم يتباطئ أي واحد تنين تعيق حركة الجسم ثلاثة تنتج حرارة ملاحظة مهمة على قوة الاحتكاك أن قوة الاحتكاك تزداد بزيادة خشونة الصدر عشان نفهم الملاحظة أكتر لن نتعرف على نوعين من الأسطح عمنا أسطح خشنة وعننا أسطح ملسا من الأمثلة على الأسطح الخشنة هي أرضية الإسمنت، السجاد، عجلات السيارة، والتربة من الأمثلة على الأسطح الملسا اللي هو البلاط، الجليد والفلش، الزجاج، والبلاستيك هنا لدينا صور على أسطح ملسا وأسطح خشنة في الصورة الأولى هذا المثال يدول على أنه سطح أملس كيف عرفنا أنه سطح أملس؟ لأنه لا يحتوي على فراغات يعني هنا ما بنشوف أي فراغ سطح مستوي، فمنحكي عنه سطح أملس ثاني ما يزي بتميز فيها سطح الأملس أنه بيكون ملمسه ناعي شو بيكون ملمسه؟ ناعي بالمثال الثاني عنا هنا سطح خشن كيف استدلينا أنه سطح خشن؟ لأنه يحتوي على فراغات كما ميزة تانية بيتميز فيها أنه ملمسه خشن الصورة هاي بتوضح لنا أكثر اللي هو الفراغات في الأسطح الخشن اللحظة هنا فراغ هنا فراغ هنا فراغ هنا فراغ هنا فراغ فهاي بتميز الأسطح هاي الخصية بتميز الأسطح الخشن لما نتفرج على عجل السيارة بنجد أنه فيه كثير من الفراغات فبتجعل عجل السيارة إيش؟ سطح خشن يوجد لدينا عدة أنواع من الإطار أو عدة أشكال تختلف باختلاف حجم السيارة هذا العجل يستخدم للسيارات العادية وهذا يستخدم للآليات الحفر وآليات الكبيرة لماذا يختلف العجل هنا عن هنا؟ ماذا يختلف العجل هنا عن العجل هنا؟ في السيارات الصغيرة نحتاج لقوة احتكاك أقل من الآليات الكبيرة أي أن قوة احتكاك صغيرة تعمل على إيقاف السيارة أما في الآليات العمل الكبيرة نحتاج إلى قوة احتكاك أكبر يتوقف عن الأمل لماذا؟ لأن وزنها أكبر كيف منا نعمل قوة احتكاك أكبر؟ حكينا أن قوة الاحتكاك تزداد بزيادة خشونة السطح كيف نزيد خشونة السطح؟ فمنزيد عدد الفراغات الموجودة هنا نجد أن الفراغات الموجودة أكبر وأكثر من الموجودة بعجل السيارة العادية لما نتفرج على عجل السيارة هذه سنلاحظ أنه عجل أملس هذه الإطارات تستخدم لماذا؟ تستخدم للسيارات الرياضية تتميز السيارات الرياضية بالسرعة العالية فعشان تمشي السيارة بسرعة عالية نحن نحتاج أن نقلل قوة الاحتكاك لأنه قوة الاحتكاك تجعل الجسم يتباطل في السيارات الرياضية ما بدنا السيارة تكون أبداً بطيئة بنيها دايماً سريعة فشو بنعمل؟ بنخلي إطار السيارة أملس حكينا أنه قوة الاحتكاك بينتج عنها حرارة من الأمثلة على قوة الاحتكاك اللي بنتج عنها حرارة اللي هو احتكاك عود الثقاب بالكبريد عندما يحتك عود الثقاب بالكبريد بينتج عنه حرارة فبيشعل لنا نار في المثال الآخر عندنا سيارة كيف السيارة تتوقف بسبب قوة الاحتكاك أو ما سبب توقف السيارة توقف السيارة بفعل قوة الاحتكاك نتيجة تلامس العجلات مع الأرضية مؤدية إلى توقفها عشان هيك عملنا عجل السيارة خشن عشان لما يحتك بالأرضية تتوقف السيارة أو يساعد على توقف السيارة بسرعة أكبر حكينا أنه كل مكان السطح خشن كل مكان ما زادت أو تباطأت السيارة بشكل أسرع طيب لماذا يحرص والدك على تفقد عجلات السيارة في الشتاء؟ في بعض الأحيان يقوم بتغييرها في فصل الشتاء هذا مرتبط بالمعلومة اللي حكيناها أن قوة الاحتكاك تزداد بزيادة خشونة السطح في الشتاء حكينا شو بيكون عندنا؟ بيكون عندنا ماء، مطر، بيكون عندنا ثلج، بيكون عندنا جليد المطر والثلج والجليد بيعملوا على تعبئة الفراغات الموجودة في الأرضية حكينا لما تتعبئ الفراغات رح تصير إيش؟ رح تصير عبارة عن سطح أملس لأنه الميزة اللي بتميز سطح الخشين عن سطح الأملس شو هي؟ الفراغات فرح تيجي الماء أو الثلج أو الجليد ويعبئوا هاي الفراغات لما تتعب هاي الفراغات رح يصير عندنا سطح أملس لما يصير عندنا سطح أملس رح يتزداد نسبة انزلاق السيارات فعشان هيك والدك بحرص أنه يتفقد عجلات السيارة لأنه استخدام الكثير للسيارة يسبب قوة احتكاك كبيرة فرح الفراغات الموجودة في عجل السيارة رح شوي شوي تختفي بفعل قوة الاحتكاك فهو قبل وصل الشتاء بتفقد العجلات إذا موجودة الفراغات فيها أو لا إذا مش موجودة فيها الفراغات بيعمل على تبديل العجل عشان يصير العجل أكثر خشونة فيقدر تتوقف السيارة في الشتاء وما تنزلق ليش؟ لأنه بيكون الأرضية ملساة في فصل الشتاء يوجد لدينا هنا طفلان أحدهما يتزلج على الجليد والآخر يتزلج على المرج الأخضر برأيك هل سوف يستطيع هذا الشخص التزلج على المرج الأخضر؟ لا لن يستطيع لماذا؟ لأن المرج الأخضر سطح خشن ولن يستطيع التزلج عليه سوف تعمل قوة الاحتكاك على إيقافه أما عندما نتزلج على الجليد فنرى أن الأداء المستخدمة سطحها أملس والجليد سطحه أملس فسوف نستطيع تزلج وكما أنه سوف تزداد سرعتنا في هذا المثال نستخدم هذا الحداء للتزلج على الاسمنت لماذا تكون سرعتنا بهذا الحداء أعلى من سرعتنا في الحداء الرياضي؟ لأن هذا الحداء أرضيته ملسأ وسوف تقلل من قوة الاحتكاك وسوف تسحل من ذهابنا بشكل أسرع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة